محكمة جنيات قنة في الصعيد تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة التحرش ومحاولة هاد كعرض فتاة عشرينية في أحد الشوارع في وضح النهار يمكن حضرتكم دلوقتي شايفين الفيديو حالة من القبول والاستحسان سادت بعد الحكم خصوصا بين الفتيات والسيدات باعتباره أول حكم مشدد ضد التحرش في جنوب مصر زي ما حضرتكم شايفين برنامجنا رأي عام حصل على فيديوهات حصرية بتوثق بطولة صاحبة القضية أثناء وقاعة التحرش وإصرارها على القبض على المتهم ومنعه من الهرب رغم اعتداء المتهم هاي شايفين يعني زي ما بيقولوا 6 صعادية فتاة صعادية بنت راجل رغم أنه ضربها ضرب مبرح لكن طبعا الفتاة الصعادية الجميلة الرائعة يعني أثرت على أنها تاخد حقها ومسكت للشاب اللي تحرش بيها في وضح النهار مردتش تسيبه إلا لما يعني سلمته وعملت فيه شكوى سلمته للأمن وهو زي ما حضرتكم شايفين ما سابتش حقها ده فيديو حصري لينا شايف الشاب اللي هو لابس أحمر ده وهو بيضرب فيها لكن الفتاة الرائعة مصرع لأنها تاخد حقها للأسف هي طبعا مش للأسف يعني احنا كنا نتمنى أن احنا نتكلم معها لكن يعني طبعا عارفين حضراتكم التقاليد عندنا في الصعيد فضلت عدم الظهور في الإعلام وإحنا بنحترم مشاعرها وبنحترم مشاعر أسرتها رغم أنه هي مؤمنة بأنها لم تخطئ ولم تهدف إلا لرد اعتبارها قانونا